في الجزء الثلاثين من بحار الأنوار للمجلس صفحة 289 إنه أحد الأجزاء التي منع المرجع البروجردي طباعتها في إيران أيام مرجعيته في الخمسينات حرم على صاحب المطبعة أن يطبع ستة أجزاء من بحار الأنوار لأنها تجتمل على ظلامة أهل البيت وتجتمل على مطاعن أعدائهم لعنة الله عليهم هذه الأجزاء طبعت بعد ذلك صفحة 289 سئل زيد بن علي زيد الشهيد سئل زيد بن علي عن أبي بكر وعمر فلم يجب فيهما متى في يوم المعركة في المعركة التي استشهد فيها سئل زيد بن علي عن أبي بكر وعمر فلم يجب فيهما فلما أصابته الرمية وقع سنان الرمح في جبهته هكذا قتل طعنوه برمح فوقع سنان الرمح في جبهته وهناك من يقول من أنهم أصابوه بسهم في جبهته كالسهم الذي وقع في صدر الحسين فلما أصابته الرمية إنها رمية السهم فلما أصابته الرمية فنزع الرمح من وجهه سئل زيد ابن علي إنه زيد الشهيد سئل زيد ابن علي عن أبي بكر وعمر متى في المعركة في المعركة التي قتل فيها أصابه رمح في جبهته وبسبب هذه الإصابة توفي زيد ابن علي سئل زيد ابن علي عن أبي بكر وعمر فلم يجب فيهما فلما أصابته الرمية فنزع الرمح من وجهه استقبل الدم بيده حتى صار كأنه كبت لأن الدم قد تدفق في يده وبدأ وبدأ بالتخثر حتى صار كأنه كبت فقال أين السائل عن أبي بكر وعمر هما والله شركاء في هذا الدم ثم رمى به وراء ظهره رمى بدمه وراء ظهره في بعض النصوص هما قتلان هما رميان هما رميان بهذا الرمح هما قتلان هما أوقفان هذا الموقف المنطق واحد والجذر العقائدي والفكر المنطق واحد والجذر العقائدي والفكري واحد ماذا نقرأ في سورة آل عمران في الآية الثالثة والثمانين بعد المئة بعد البسملة الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار الحديث عن بني إسرائيل الحديث عن اليهود الذين كانوا في الحجاز عن يهود المدينة هذا كلام يهود المدينة أيام كان رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة بعد أن هاجر إليها ألا نؤمن ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين في زمان رسول الله اليهود ما قتلوا نبيا ولكن الله يقول لهم لما قتلتم الأنبياء والمرسلين قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموه النبي يخاطب اليهود الذين كانوا يعيشون في المدينة أيام حياته لا يخاطب الأقوام الذين ماتوا في القرون الماضية هذا الكلام كلام يهود المدينة الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار فماذا قال رسول الله لهم وهو قول الله الله هو الذي يقول لهم على لسان رسوله قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين ماذا نقرأ في الجزء الثاني من الكاف الشريف الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة أربعمية وتسعة الحديث الأول من الباب الذي عنوانه باب في صنوف أهل الخلاف إلى آخر عنوينهم الحديث الأول بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الإمام الصادق قال لعن الله القدرية لعن الله الخوارج لعن الله المرجئ لعن الله المرجئ لعن القدرية وهناك من يقرأها القدرية لعن الله القدرية لعن الله الخوارج قال قال ذلك مرة مرة لكن حين ذكر المرجئ لعنهم مرتين والمرجئ مرجئ 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 سقيف بني ساعد ومرجئ سقيف بني طوس وقد حدثتكم عن هذا بحسب أحاديثهم ورواياتهم الشريفة مر علينا هذا في الحلقات المتقدمة إمامنا الصادق هكذا قال لعن الله القدرية لعن الله الخوارج لعن الله المرجئ لعن الله المرجئ أحد أصحابه كان يستمع إليه فقال له لعنت هؤلاء مرة ولعنت هؤلاء مرتين فالإمام لعن القدرية مرة فالإمام لعن القدرية مرة ولعن الخوارج مرة ولعن المرجئ مرتين لعنت هؤلاء مرة ولعنت هؤلاء مرتين قال إن هؤلاء المرجئة الذين لعنهم مرتين إن هؤلاء يقولون إن قتلتنا مؤمنون يدافعون عنهم مثل ما يدافع مراجع النجف عن قتلة فاطمة ويبرئونهم من هذه الجريمة ويقولون من أن فاطمة لم تقتل قطعا هم لا يثبتون الجريمة وبعد ذلك يدافعون عنهم هذا لا يقبل في الوسط الشيعي وإنما يأتون بطريقة شيطانية عبر علم الرجال كي يضعف الروايات والأحاديث فيقولون إن الجريمة ما حصلت وهنا يبرئون قتلتها من قتلها تلاحظون كيف يضحكون عليكم إنهم مراجع حوزة الطوسي هذا موقف السيستاني وهو موقف الخوئي أيضا وهو موقف محمد باقر الصدر وهو موقف بقية المراجع هذا الموقف الشيطاني موقفهم جميعا يستعملون علم الرجال الذي بيّنت لكم من أن القرآن يرفضه رفضا قاطعا ومن أن حديث الثقلين يرفضه رفضا قاطعا ومن أن منهج الأئمة يرفض علم الرجال رفضا قاطعا يأتون بعلم الرجال الناصبي كي يضعفوا الأحاديث التي تخبرنا عن جريمة قتل فاطمة وعن قتلتها ألا لعنة الله عليهم يضعفون الأحاديث وبعد ذلك يقولون إن الجريمة ما وقعت وهذا يعني تبرئة من قتلها هكذا يفعل الخوئي وهكذا يفعل محمد باقر الصدر وهكذا يفعل السيستاني وهكذا يفعل بقية المراجع أما الخطباء الذين يذكرون لكم ظلامة فاطمة هم لا يذكرونها بالتصريح من أنها قتلت وإنما يتحدثون عن هجوم على بيتها وهم يعتقدون بعدم صحة ذلك لماذا؟ لأنهم يتبعون المراجع في النجف لكنهم يضحكون عليكم كي يثبتوا لكم ظلامة فاطمة لأن عامة الشيعة تعتقد بهذا هذا هو الضحك على ذقون الشيعة وهذه هي المساحة التي تطلع الشيعة عليها لذلك يزورون لكم الحقائق ويضحكون عليكم هؤلاء السفلة من آيات إبليس العظمى هذه الروايات تنطبق عليهم قتلت الحسين في آخر الزمان زوار الحسين الذين يتشافون بتربته إنهم مقلدوا مراجع النجف لأن الإمام الصادق حدثنا عن أكثر مراجع النجف وكربلع عن أكثر مراجع الشيعة من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه فإذا كان مراجع النجف وكربلع ألعن من شمر ومن حرملة فإن مقلديهم سيكونون في منزلة الشمر وحرملة الرواية تتحدث عن هذه الحقيقة طبقوا هذه الروايات هذا حديث الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة الذين تقلدهم الشيعة بشكل واضح الحديث عن المشهورين عن المعروفين عن المرجع الأعلى وأمثاله هؤلاء أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه الرواية في تفسير إمامنا الحسن العسكري وقد قرأتها مرارا وكرارا وشرحتها تارة بالتفصيل وتارة بالإجمال عودوا إلى برامجي على شبكة العنكبوتية وسأعود إليها في هذه الحلقات فإذا كان كبار مراجع النجف وكربلاء أضر على الشيعة من شمر وحرملة هذا يعني أن الذين يقلدونهم أن الذين يتبعونهم في دينهم هم بمنزلة شمر وحرملة فهؤلاء هم قتلت الحسين في آخر الزمان يزورون الحسين ويتشافون بتربته لكنهم على منهج مراجع النجف وكربلاء أولئك شر من شمر وهؤلاء كشمر وحرملة هذه هي الحقيقة الواضحة الجلية وهذا هو منطق القرآن النبي صلى الله عليه وآله يخاطب يهود المدينة من أنهم قد قتلوا الأنبياء وما قتلوا نبيا إمامنا الصادق يشرح لنا هذا قال إن هؤلاء يقولون إن قتلتنا مؤمنون فدماؤنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة ماذا يقول محمد حسين فضل الله وهو ينقل لنا فكرة الخوئي وفكرة محمد باقر الصدر وفكرة حزب الدعوة حيث يقول من أن الصحابة كانوا يجلون فاطمة وكانوا يحبون فاطمة فكيف يهجمون على دارها ها هو يصفهم بأنهم مؤمنون لأن الذين يحبون فاطمة مؤمنون لو أن مراجع النجف يأمنون من عامة الشيعة لقالوا لكم أكثر من ذلك لكنهم يخافون من عامة الشيعة ومن ردود أفعالهم إذا ما تحدثوا بعقائدهم الحقيقية قال إن هؤلاء يقولون إن قتلتنا مؤمنون فدماؤنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة إن الله حكى عن قوم في كتابه هكذا قالوا لن نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين قال كان بين القاتلين والقائلين خمسمائة عام فألزمهم الله القتل برضاهم ما فعلوا هذا هو منطق القرآن وهذا هو منطق العترة الطاهرة أقرأ عليكم أيضا من تفسير العياشي وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية هذا هو الجزء الأول طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة ميتين وثلاثة وثلاثين من الجزء الأول رقم الحديث مية وثلاثة وثمانين بصدد الآية مية وثلاثة وثمانين بعد البسملة من سورة آل عمران عن محمد بن الأرقط عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال لي تنزل الكوفة بيتك في الكوفة منزلك في الكوفة قلت نعم قال فترون قتلة الحسين بين أظهركم هذا الكلام في زمان صادق لم يبقى أحد من قتلة الحسين الذين كانوا في عاشورة قتلوا وماتوا الذي قتل قتل والذي مات مات زمان الإمام الصادق زمان متأخر عن زمان عاشورة الإمام الصادق يسأل محمد بن الأرقط تنزل الكوفة قلت نعم قال فترون قتلة الحسين بين أظهركم يعيشون معكم قال قلت جعلت في ذاك ما رأيت منهم أحدا لماذا لأنهم قتلوا وماتوا قال فإذا أنت لا ترى القاتل إلا من قتل أو من ولي القتل أو وَلَّا الْقَتْلِ أي أناب عنه نائبا ألم تسمع إلى قول الله قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين فأي رسول قبل الذي كان محمد صلى الله عليه وآله بين أظهرهم ولم يكن بينه وبين عيسى رسول إنما رضوا قتل أولئك فسموا قاتلين الرواية دقيقة دقيقة جدا الإمام الصادق يقول لمحمد بن الأرقى تنزل الكوفة قلت نعم منزله في الكوفة قال فترون قتلة الحسين بين أظهركم يعني أن قتلة الحسين في زمان الصادق كانوا موجودين إنهم من أبناء زمان الإمام الصادق فالرواية التي قرأتها عليكم من أن قتلة الحسين في آخر الزمان زوار الحسين إنهم مقلدون مراجع النجف وكربلاء لأن مراجع النجف وكربلاء وصفوا في حديث الصادق صلوات الله وسلامه عليه بأن بأنهم أضروا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه قطعا مقلدهم سيكونون في هذا الحال سيكونون كجيش يزيد المراجع ألعن من جيش يزيد والمقلدون والأتباع كجيش يزيد الإمام الصادق يقول لمحمد بن الأرقاط تنزل الكوفة قلت نعم قال فترون قتلة الحسين بين أظهوركم قال قلت جعلت في ذاك ما رأيت منهم أحدا إنه يتحدث عن الذين حضروا في عاشراء ابن الأرقاط فماذا قال له إمامنا الصادق فإذا أنت لا ترى القاتل إلا من قتل أو من ولا القتل ألم تسمع إلى قول الله قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين فأي رسول قبل الذي كان محمد صلى الله عليه وآله بين أظهرهم ولم يكن بينه وبين عيسى رسول إنما رضوا قتل أولئك فسموا قاتلين هذا هو القرآن صريح واضح الذين قالوا إنهم يهود المدينة الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين هؤلاء هم قتلت الأنبياء والذين يكونون في كل زمان مثل ما جاء في الرواية إنهم المنتحلة لولايتنا وهم ليسوا منا ليسوا منا ليسوا على منهجنا من لم يؤمن برجعتنا فليس منا مرهجع النجف لا يؤمنون برجعتهم مثل ما هم يريدون الذين ينقضون بيعة الغدير ليسوا من محمد وآل محمد مراجع النجف وكربلاء نقضوا بيعة الغدير في التفسير والعقائد وفي الفتاوى فهم ينتحلون مودة العترة وليسوا منها العترة هذا هو واقع الشيعة قلت لكم التفاصيل خطيرة في الموضوع الذي أتناوله في هذه الحلقة وما يأتي بعدها نذهب إلى فاصل ماريد شيعة بعد ماريد ماريد شيعة ماريد الفامر السراج شيعة قيم الرجال بكثر ما يروون عني وبروايات العميقة الفهم شرطي يكون مني لا تثقون بمعمم يصدر لكم حكم ظني سئل المعمم عن دليل حكامه الدجال لا يخدعكم بهندامه إبليس هم لابس لهي تشعم إبليس هم لابس لهي تشعم هاي هاي العمامة الطابقية بزور ناس بها إلي الما يملك أي شراف هذا بوجه وقاف الما يملك هذا وقاف ماري شيع ماري شيع بلا عقيدة يا ناس عمي ما يا ناس ماري شيع بالعقيدة يا ناس يا ناس مو هذا لأ ماري شيع بالعقيدة في الآية الثانية بعد العاشرة بعد المئة من سورة آل عمران ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنه كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الآية في بني إسرائيل إنها الثانية بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة آل عمران ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون هذه الآية تتحدث عن بني إسرائيل عن اليهود زمان رسول الله إذا ما رجعنا إلى الآيات التي قبلها كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم الحديث عن أهل الكتاب زمان رسول الله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلى أن تقول الآية ويقتلون الأنبياء بغير حق الحديث عن اليهود زمان رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا نقرأ في تفسير العياش جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية الجزء نفسه الذي أشرت إليه قبل قليل صفحة 219 رقم الحديث 132 عن إسحاق بن عمار عن إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الآية التي تلوتها عليكم قبل قليل ماذا قال إمامنا الصادق والله ما ضربوهم بأيديهم ولا قتلوهم بأسيافهم إنهم ما ضربوا الأنبياء ولا قتلوهم بأسيافهم ولكن سمعوا أحاديثهم وأسرارهم فأذاعوها فأذاعوها في وقت التقية وإلا فنحن مأمورون بنشر أحاديثهم كيف تتعلم الشيعة دينها إذا لم ننشر أحاديثهم ولكن سمعوا أحاديثهم وأسرارهم فأذاعوها فأخذوا عليها من قبل الظالمين فقتلوا فقتل الأنبياء فصار قتلا واعتداء ومعصية وقد ورد في الروايات من أن الذين أذاعوا سرنا ما قتلونا قتلا خطأا وإنما قتلونا عمدا فهذا مستوى من مستويات القتل حينما لا يكون التزام بمنهج الإمام المعصو هذا مستوى خطير يمكننا أن نقع فيه جميعا حينما لا يكون هناك التزام بمنهج الإمام فالإمام وضع لنا منهج التقية مثلا أو وضع لنا منهج التمهيد لمشروعه مثلا أو وضع أو وضع فإن عدم الالتزام بمنهجه بحيث يؤدي ذلك إلى الإضرار به وربما يؤدي ذلك إلى قتله مثل ما فعل هشام بن الحكم مع إمامنا الكاظم لم يكن ناويا للإضرار بالإمام لكنه خالف منهج الإمام فما قام به في بغداد أدى إلى قتل إمامنا الكاظم سأتناول هذا الموضوع بالتفصيل لأنه يرتبط بواقعنا فهذا شيعي إنه هشام بن الحكم هو الذي سبب قتل إمامنا الكاظم إمامنا الرضا هو الذي أخبرنا بهذا مع أن الإمام الكاظم قد حذره من ذلك قال له إياك ودمي لكن لغفلة لسوء توفيق لعثرة هذه العثرة حذره منها إمامنا الصادق في بدايات شبابه حذره من هذه العثرة لكنه وقع فيها فكان سببا في قتل إمامنا الكاظم فهل تستغربون الأحاديث التي تخبرنا عن أن قتلة الحسين في آخر الزمان هم زواره والذين يتشافون بتربته هذا هشام بن الحكم كان سببا في قتل إمامنا الكاظم فأين الغرابة في هذه الروايات وأين الغرابة في هذه المضامين ما هو هذا الواقع الشيعي مراجع النجف وكربلاء أضر من جيش يزيد قطعا مقلدوهم وأتباعهم سيكونون كجيش يزيد لأن الرواية نفسها تقول من أنهم ضلوا وأضلوا الشيعة معهم فهم ألعنوا من شمر والمقلدون كشمر وحرملة وهؤلاء يزورون الحسين ويزدون على تربته ويتشافون بتربته لكنهم ليسوا من الشيعة إنهم شيعة المراجع لهذا السبب فإنني أقسم شيعة إلى شيعة الحجة بن الحسن وإلى شيعة المراجع فشيعة المراجع هؤلاء يحبون أهل البيت هم المنتحلة لمودتنا ولكن ليسوا منا على منهج الأشاعرة والمعتزلة مثل ما جاء في رسالة إمام زماننا للشيعة في زماننا هذا طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا هؤلاء في الحقيقة ينكرون الأئمة وإن كانوا يظهرون حبه لأنهم ديخيون هؤلاء سيسلب منهم الإيمان سيسلب منهم التشيع لأنهم أركبوا المراجع على ظهورهم المراجع قادوهم إلى الضلال هذه الروايات والآيات يشرح بعضها بعضا إنها منظومة فكرية متكاملة وسأبين لكم العجب العجاب فيما يأتي من هذه الحلقات من هذه الحقائق هذا هو الدين المغيب عنكم يا أيها الشيعة هذا هو دينكم الأصيل وهذه عقائدنا التي لا أحدثكم عنها إلا من قرآنهم ومن تفسيرهم بحسب ما بايعنا في بيعة الغدير لكما يفعل السفهاء والخوانة من مراجع النجف وكربلاء يقولون لكم نحن على بيعة الغدير ولكنهم يفسرون القرآن بخلاف مواثيق بيعة الغدير كتبهم موجودة خطباؤهم موجودون فضائياتهم موجودة وهذه تفاسير الغدير يخالفونها يرفضونها عن إسحاق بن عمار عن الصادقي صلوات الله وسلامه عليه بشأن هذه الآية ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الإمام الصادق يقول والله ما ضربوهم بأيديهم ما ضربوا الأنبياء بأيديهم ولا قتلوهم بأسيافهم ولكن سمعوا أحاديثهم وأسرارهم فأذاعوها خالفوا منهج التقي فأخذوا عليها فأخذ الأنبياء فقتلوا فصار قتلا واعتداء ومعصية هذا قتل عمد كما تقول أحاديثهم الشريفة هذا صنف آخر من أصناف قتلة الأنبياء من أصناف قتلة رسول الله من أصناف قتلة أمير المؤمنين من أصناف قتلة الزهراء الويل لنا الويل لنا أن نكون في عداد قتلة الزهراء هؤلاء الذين ينكرون ظلامتها هم في عداد قتلتها هؤلاء الذين يبرئون أعداءها هم في عداد قتلتها هؤلاء هم قتلت الحسين هؤلاء هم قتلت فاطمة إنهم كبار مراجع الشيعة وأتباعهم أنا ما قرأت عليكم إلا من القرآن وإلا من أحاديثهم التفسيرية وإلا من رواياتهم وما بينت إلا القليل التفاصيل ستأتينا في الحلقات القادمة من قرآنهم من أدعيتهم من زياراتهم من رواياتهم فقط وفقط وفقط أنتم ماذا عندكم هراء الأشاعرة والمعتزلة هراء الطوسي هراء العلامة الحلة هراء مرتضى الأنصاري هراء صاحب الكفاية الخراساني هراء الخوئي هراء محمد باقر الصدر هراء السيستاني وبقية المراجع المعاصرين هذا الذي عندكم لقد اختلط هراءهم بخرائهم فما أصبحنا نميز ما بين هراءهم وخرائهم ولا ندري هل يخرجونه لنا من أفواههم أم من أسافلهم اختلطت الأمور علينا مثل ما اختلطت عليهم هذا هو واقع الشيعة منذ أن أسس الطوسي المشؤوم الحوزة المشؤومة في النجف سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا نذهب إلى فاصل عن إمامنا الصادقي عن أبيه الباقري صلوات الله عليهم عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كيف بكم إذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر فقيل له ويكون ذلك يا رسول الله قال نعم وشر من ذلك كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف قيل يا رسول الله ويكون ذلك قال نعم وشر من ذلك كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفة آية أخرى في نفس السياق هي الآية الحادية والعشرون بعد البسملة من سورة آل عمران الآية التي تسبقها فإن حاجوك الخطاب لرسول الله والكلام عن أهل الكتاب زمان رسول الله فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاخ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حاق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصري الحديث عن أهل الكتاب عن اليهود في زمان رسول الله هؤلاء هم يهود المدينة فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم الأميون هم أهل مكة نسبة إلى أم القرى وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاء والله بصير بالعباء إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصري هذا الخطاب موجه لليهود من أهل المدينة تلاحظون أن القرآن آياته واضحة تخاطب يهود المدينة من أنهم قتلت الأنبياء هذه الرواية نحن في شك منها نحن نعرضها على القرآن وحقائق حديث العترة تلاحظون أن مضمونها أن مضمون الرواية يأتي من سجما مع هذه الآيات الرواية تحدثت عن قتلة الحسين ووصفتهم بأنهم قتلت الأنبياء في كل زمان ووصفتهم بأنهم المنتحلة لولايتنا وهم ليسوا من على منهج آخر يطلبون المعرفة من طريق آخر طلبوا المعرفة من غير يطلبون يطلبون المعرفة من طريق آخر طلبوا المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا وقد أقامني الله وأنا الحجة ابن الحسن هكذا جاء في رسالة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه الكلام هو هو في آية أخرى في الآية الحادية والتسعين بعد البسملة من سورة البقرة السياق واضح ولما جاءهم لما جاء اليهود جاء أهل الكتاب كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين إلى أن تأتي الآية الحادية والتسعون وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمني الخطاب هو هو النبي يخاطب اليهود في زمانه ويحملهم قتل الأنبياء ويقول لهم لما تقتلون الأنبياء وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله آمنوا بالقرآن قالوا نؤمن بما أنزل علينا ما أنزل علينا في التوراة التي عندهم ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم الحديث عن القرآن هنا قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين تلاحظون أن الآيات تتحدث بشكل واضح وبشكل صريح وتنسب القتل إلى يهود المدينة الذين كانوا في زمان رسول الله الآيات بشكل صريح تعدهم من قتلة الأنبياء ومن أنهم قتلوا الأنبياء السابقين هذا هو منطق القرآن ما جاء في الرواية تلك وإن جاءت في كتب النصيريين لكن المضمون يأتي منسجما مع القرآن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ لا تردوا خبرا الحسين بن حمدان ضال مضل وكتابه كتاب ضلال وكتاب غلو وكفر لكن فيه من الحقائق فهذا المضمون مضمون حقيق مضمون حق يأتي منسجما مع منطق القرآن منطق القرآن واضح جدا في الآيات التي تلوتها عليكم وقت الحلقة انتهى لا زال الحديث متصلا متواصلا الموضوع خطير 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 تابعوا هذه الحلقات بدقة وعودوا إلى الإعادة هذا موضوع خطير يخصنا يخصكم أنتم هل تريدون أن تكونوا من قتلة الحسين هذا الموضوع يرتبط بعصر الرجعة العظيمة جذور قتل الحسين في عصر الرجعة العظيمة ينشأ في عصر الغيبة فإما أن نكون من قتلة الحسين وإما أن نكون من الموهدين لقتله في الرجعة العظيمة القضية خطيرة الدين عميق لا تأخذ الدين من هؤلاء الثلان في النجف وكربلاء هؤلاء دينهم دين الأعراب دين سطحي دين سفيه دين سخيف تلاحظون أن القرآن والمنطق السليم والعقل الواضح والأحاديث البينة تأتي منسجمة متعاضدة في حقيقة واضحة تتجلى في لوحة متكاملة لازال الحديث متواصلا نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر